ببسالة وصمود تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك شريسة في التصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي بحي الشجاعية ومثلها في بقية الجبهات بعد ضربات جوية مكثفة لجيش الاحتلال اعتقدت قياداته أنه من غير الممكن هزيمة المقاومة في الشجاعية بالقصف الجوي وحده حيث خططوا للدخول براً إلا أن خططهم العسكرية وآلياتهم المتطورة إلى جانب الضربات الجوية والبرية والبحرية لم تنفعهم أو تساعدهم في السيطرة على حي الشجاعية أو تحرير أسراهم كما يزعمون لقد اصطدم جيش الاحتلال بمقاومة شريسة في حي الشجاعية التهمت مجامع وفود صهينة وفداً وفداً بين فخاخ الكمائن والمواجهات من مسافة صفرة وكلما قضت المقاومة على المجموعة الأولى أرسل الاحتلال دفعة أخرى فتلقى مصيرها كسابقاتها تلك المقاومة أرعبت جيش الاحتلال الإسرائيلي ووصفت قيادته ما يجري في الشجاعية بالوضع الصعب وفي الأيام القليلة الماضية تكبد الاحتلال خسائر فادحة في الآليات العسكرية والأرواح سقط من مقاتليه بين قتيل وجريح جنود وضباط يحملون رتباً رفيعة وما زالت المقاومة تواجه الاحتلال ببسالة معركة الشجاعية لم تكن هي الأولى ضد جيش الاحتلال فقد تلقى درساً سابقاً في الحي ذاته في عدوانه الصهيوني على غزة 2014 حينها اعترف جيش الاحتلال بمقتل 14 فرداً من جنوده فيما المقاومة الفلسطينية أكدت أن الخسائر أكبر من ذلك بكثير وكما يخبرون التاريخ أن مقاتلي حي الشجاعية من نسل جيوش العظيمة التي هزمت الصليبيين وقاتلت الفرنسيين والبريطانيين ها هما اليوم يعيدون البطولات مرة أخرى ويواجهون المحتل الصهيوني بشجاعة وفداء ومثلها في مختلف جبهات ومحاور غزة جفاعاً عن الدين والأرض في تأكيد أن الشجاعية وغزة عصية ولن تردخ لجيش الاحتلال